بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ براز أستاذ مادة الرياضيات يسعدني أن ألتقي معكم في سلسلة من الحصص من برامج الرياضيات بهدف مساعدتكم على مراجعة دروسكم ومرافقتكم لتحضير امتحان شهادة تعليم المتوسط لهذه السنة هذا الامتحان الذي نتمنى لكم النجاح والتوفيق فيه حصتنا لهذا اليوم تتناول موضوع الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة أولا قاسم عدد طبيعي A و B عددان طبيعيان حيث B غير معدوم يكون B قاسم ل A إذا كان باقي القسم الإقليدية ل A على B هو الصفر B قاسم ل A معناه ماذا؟ معناه أنه يوجد عدد طبيعي K حيث A يساوي K في B إليكم بعض الأمثلة ثمانية قاسم لأربعون لماذا؟ لو قسمنا أربعون على ثمانية لتحصننا على الباقي سفر إذن نقول ثمانية قاسم لأربعون لأن باقي القسم الإقليدية للعدد أربعون على ثمانية هو السفر سبعة قاسم للعدد ثلاثة وستون لأنه يوجد عدد طبيعي K يساوي تسعة حيث ثلاثة وستون تساوي تسعة في سبعة ثانيا مجموعة قواسم عدد طبيعي A عدد طبيعي غير معدوم مجموعة قواسم العدد A هي مجموعة الأعداد الطبيعية B التي تقسم A أمثلة لنقوم بالبحث عن قواسم العدد الثلاثون لاحظ معي جيدا واحد هو قاسم لثلاثون اثنان قاسم كذلك ثلاثة خمسة ستة عشرة وخمسة عشر وثلاثون قواسم العدد ستة عشر هي كذلك واحد اثنان أربعة ثمانية ستة عشر ثالثا القاسم المشترك الأكبر A و B عددان طبيعيان نسمي قاسما مشتركا للعددين A و B كل عدد طبيعي يقسم A ويقسم B أكبر القواسم المشتركة يسمى القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B يرمز للقاسم المشترك الأكبر للعددين A و B بالرمز PGCD لـ A و B الآن هناك طرق لإيجاد القاسم المشترك الأكبر الطريقة الأولى باستعمال القواسم المشتركة هذه الطريقة تأخذ غالبا للأعداد البسيطة نوعا ما مثلا قواسم 30 هي 1 2 3 5 6 10 15 و 30 قواسم 24 هي 1 2 3 4 6 8 12 24 لاحظ عزيزي التلميذ هناك قواسم مشتركة بين قواسم العزة 30 وقواسم العزة 24 ما هي؟ أكيد هي 1 3 2 6 أكبر القاسم المشترك هو 6 إذن PGCD لـ 30 و 24 هو 6 طريقة ثانية هي طريقة الطرح المتتالي نشرحها في المخطط التالي لدينا A و B عددان طبيعيان أول سؤال نطرحه هو هل A و B متساويان إذا كان الجواب نعم فإن القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B هو A أو B لأنهما متساويان إذا كان الجواب لا نفرض الآن أن A هو أكبر من B نقوم بحساب A ناقص B نعوض أكبر العددين بهذا الفرق ونقوم بطرح إسئلة من جديد حتى نتحصل على الفرق المعدوم للشرح أكثر وللفهم من الطريقة أكثر لدينا المثال التالي لنبحث عن القاسم المشترك الأكبر للعددين مئة وستون ومئة واربع وعشرون بطريقة الطرح المتتالي لاحظوا معي جيداً أكبر العددين هو مئة وستون إذن نقوم بطرح مئة وثمانية وعشرون من مئة وستون لنتحصل على الناتج اثنان وثلاثون ثم نكرل العملية مئة وثمانية وعشرون ناقص اثنان وثلاثون يساوي 96 كما هو موضح في الشاشة إلى أن نتحصل على العملية الأخيرة اثنان وثلاثون ناقص اثنان وثلاثون يساوي الصفر إذن القاسم المشتك الأكبر للعددين 160 و128 هو 32 الطريقة الثالثة طريقة القسمات الإقليدية أو خوارزمية إقليد لدينا عددين طبيعيين غير معدومين نقسم أكبرهما على أصغرهما ثم نطرح سؤال هل الباقي معدوم؟ إذا كان الجواب نعم فإن القاسم هو القاسم المشترك الأكبر إذا كان الجواب لا نقسم القاسم على الباقي ونعيد العملية من جديد حتى نتحصل على الباقي معدوم هذا مثال على ذلك لنبحث عن القاسم المشترك الأكبر للعددين 321 و210 بطريقة القسمات الإقليدية لاحظ عزيزي التلميذ هناك مراحل ومقسوم وقاسم وباقي نقوم بإجراء عمليات القسمات المتتالية أكبر العددين هو 301 نقسمه على 210 لنتحصل على الباقي 91 الكتاب المعبر عن القسم الإقليدية لهذه العملية 301 تساوي 210 في 1 زائد 91 ونكرر هذه العملية إلى غاية أن نتحصل على الباقي معدوم إذن القاسم المشترك الأكبر للعددين 210 و301 هو سبعة خامساً العددان الطبيعيان الأوليان فيما بينهما A و B عددان طبيعيان العددان A و B أوليان فيما بينهما يعني ماذا عزيزي التلميذ يعني أن القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B هو الواحد مثال العددان 27 و 25 لاحظ عزيزي التلميذ جيداً هل هما أوليان أم غير أوليان؟ لو أجرينا العملية القسمات المتتالية لو وجدنا القاسم من المشترك الأكبر للعددين 27 و 25 يساوي 1 ومنه نقول أن العددان 27 و 25 أوليان فيما بينهما العددان 75 و 35 لاحظ معي يوجد هناك عدد قاسم لهما مشترك ألا وهو الخمسة هذا يعني أن العددان 75 و 35 غير أوليان فيما بينهما سادساً الكسر غير قابل الاختزال A و B عددان طبيعيان غير معدومين الكسر A على B غير قابل الاختزال ماذا يعني؟ يعني أن العددان A و B أوليان فيما بينهما إليكم بعض الأمثلة مثلاً الكسر 28 على 15 هو كسر غير قابل الاختزال لماذا؟ ببساطة لأن العددان 28 و 15 أوليان فيما بينهما لو بحثنا عن القاسم المشترك الأكبر لهما لوجدنا الواحد أما الكسر 18 على 24 فهو كسر قابل الاختزال لأن العددين 18 و 14 ليس أوليان فيما بينهما يوجد هناك قواسم مشتركة بين العددين 18 و 24 مثلاً العدد 2 لكتابة كسر على شكل كسر غير قابل الاختزال يكفي قسمة بسطه و مقامه على قاسمهما المشترك الأكبر إليكم الآن تمرين تطبيقية حول موضوع الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة التمنين الأول X و Y عددان طبيعيان حيث 425 X يساوي 275 Y أوجد الكسر X على Y ثم أعطي الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال التمنين الثاني أولاً أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 140 و 220 ثانياً صفيحة زجاجية مستطيلة الشكل بعدها 1.40 متر و 2.20 متر جزئت إلى مربعات متساوية بأكبر ظلع دون ضياع ألف ما هو طول ظلع كل مربع ما هو عدد المربعات الناتجة الآن إليكم حل التمنين الأول إيجاد الكسر X على Y لدينا 425 X يساوي 275 Y ومنه الكسر X على 425 للتحقيق من ذلك نقوم بإجراء جداء طرفين هل يساوي جداء الوسطين كتابة الكسر الآن X على Y على شكل كسر غير قابل للاختزال نبحث أولاً عزيزي تلميذ عن القاسم المشرك الأكبر للعددين 275 و 425 بإجراء معاً عمليات القسمات المتتالية نتحصل على العبارات المعبرة عن القسمات كما هو موضح في الشكل حتى نتحصل على الباقي سفر إذن القاسم المشرك الأكبر للعددين 425 و 275 هو 25 ومنه الكسر X على Y لكي نتحصل عزيزي تلميذ على الكسر المختزل نقوم بقسمة كل من البسط والمقام على قاسمهما المشرك الأكبر أي 25 لنتحصل على النتيجة 11 على 17 لاحظ هنا العددين 11 و 17 هما أوليان فيما بينهما الآن حل التمريل الثاني أولاً إجاد القاسم المشرك الأكبر للعددين 140 و 220 نقوم بإجراء القسمات المتتالية لنتحصل في النهاية على الباقي معدوم ومنه القاسم المشرك الأكبر لـ 220 و 140 هو 20 ثانياً نقوم أولاً بتحويل وحدات الأطوال من المتر إلى السنتيمتر تعلمون أن 1 متر يساوي 100 سنتيمتر ومنه 2.20 متر يساوي 220 سنتيمتر و 1.40 متر يساوي 140 سنتيمتر طلب منا حساب طول ظلع كل مربع جزئت الصفيحة إلى مربعات متساوية دون ضياء أي طول ظلع المربع هو قاسم لطول الصفيحة وطول ظلع المربع هو قاسم لعرض الصفيحة ومنه طول ظلع المربع هو القاسم المشترك الأكبر لطول الصفيحة وعرضها أي هو القاسم المشترك الأكبر ويساوي 20 با حساب عدد المربعات الناتجة لإيجاد عدد المربعات على طول الصفيحة نقسم 220 الذي هو طول الصفيحة على 20 الذي هو طول المربع لنتحصل على 11 وهو عدد مربعات على طول الصفيحة ونقسم 140 الذي هو عرض الصفيحة على 20 سنتيمتر الذي هو طول المربع لنتحصل على 7 وهو عدد مربعات الناتجة على عرض الصفيحة بإجراء الجداء 11 في 7 نتحصل على 77 وهو عدد المربعات الناتجة في الصفيحة وهكذا نأتي إلى نهاية هذه الحصة شكرا على حسن إصغاء والمتابعة وإلى لقاء في حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة